اجتمعتم بين ايدي أحسن الخالقين وأرحم الراحمين مُكتفين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا عنه تمجيد هذه الليلة ولفته إليها بأحاديث وروايات تفوق على البضعة عشر رواية في ليلة النصف من شعبان ما بين الضعيف الذي يقوى وما بين الحسن وما بين الصحيح يذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه وأنباه بفضل الليلة وأمره أن يأتي أهل المقابر وتفقدته أم المؤمنين عائشة وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه فوجدته في سجوده يناجي ربا جل جلاله وتعالى في علاه وجاء في الرواية الأخرى واجدته عند المقبرة يزور المقابر ويدعو لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجاء في الروايات أنها سمعته يتذلل للإله ويعترف بالنعم ويعترف بالذنب ويعترفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الأطهر المعصوم فينبغي أن نعترف وينبغي أن نتذلل في ليلتنا هذه للحق وكان سيدنا علي بن أبي طالب يفرغ نفسه للعبادة في أربع ليالي في السنة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة يعيد الفطر والأضحى وكان من دعائه فيها اللهم إن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين فاغفر لي فهذه مظاهر التذلل والاعتراف بين يدي الرب يا من ينقضي عمره لا يذوق لذة التذلل بين يدي مولاه لا تحرم نفسك وأنت المؤمن أن تأخذ من هذه الثمار اليانعات والعطايا الكبيرات ذلة هي غاية لذة للمؤمنين ذلة لرب العالمين فيها عزك الأبدي وفخرك السرمدي فلا والله لا يعز الله إلا من تذلل له وخضع لعظمته جل جلاله واستكان لجلاله وأقبل بكليته عليه